عن قصد الإعلام الآن في الكيان الصهيوني هناك تغييب تام للإعلام حتى مكتب الجزيرة أغلق أخيرا وبالتالي المشاهد يتابع ما يحدث في غزة لكن لا يعرف من معاناة الكيان المؤقت أو الصهيوني ماذا يعاني من ويلات هذه الحضرة كيف ترى المشهد في الكيان المحتل الآن بعد مضي هذه الفترة الطويلة الشيء أولا بشكل أخي عبدالله أنه نحن في الوطن العربي الأسف الشديد لم نقرر في العقد الجمعي ما هو الكيان الصهيوني نعم صور يعني حد يقول محتل حد يقول عصابات حد يقول محتصب حد يقول كيان سياسي حد يقول مشروع يعني طالما لم نتفق على توصيف هذا المحتل السرطاني هذا الموجود ولزلنا والله في جدل لا له محتل نفاوضه هو إسرائيل مش دولة حتى والله أقول فرنسا جات واحتلت مثلا لبنان أو فرنسا وكذا أو فلسطين ونفاوضها هذا كيان اختلق هكذا استنبت عصابات كانت موجودة هاربة من هتلر والنازية مثل ما يقولوا وآووهم بالمئة الآلاف كانوا المنصفين منهم اليوم يقولوا هل هذا جزاء الناس اللي آوونا بعد ما طردتنا أوروبا كلها وحاربونا صور بغض نظر عن فيه هولوكوست ولما فيه هولوكوست لكن هذا الواقع اللي صار معهم فانت لما تجي ما في عندك توصيف لهذه الحالة هات يقول كذا وهات يقول كذا إذن إحنا مترخبطين معه بينما لو كان والله عندنا أن هذا الناس عبارة عن إصابات احتلت وبتوافق دولي وفرضت علينا في أزمة الشتات ما كان في دول عربية تسميها مستقلة بين القوسين شكلياً ألا سبع شكلياً حتى فبالتالي لما تحدد أنت فيما بعد يفترضون وسائل الإعلام أيضاً يكون لك دور إعلامي في المواجهة تربوي في المواجهة حنحت المناهج جففت من فلسطين طبعاً طبعاً زين الآن ما يحتاج أنك أنت والله ترسل مراسلين ومكاتب إلى داخل فلسطين محتلة يكفي تابع الإعلام الصهيوني 14 قناة بس عندنا مئات الألاف اللي يتحدثوا العبرية على فكرة شو بعض القناوات بدون ذكر اسم تابعوا تشوف تشوف الهزيمة في عيونهم وفي كلامهم والمقاومة تقرأ من هذه الأحاديث أحداثيات جديدة وآلام جديدة بالله فهمت كيف؟ حتى لما منعوا الأسرة المفرج عنهم من الحديث بتعليمات عسكرية صارت المقاومة بتتخذ أسلوب بلغة الصورة فأنت لما تطلع لي واحد تقول لي معتقى 3-4 شهور بكامل القيافة والهندام حتى بعضهم واحدة تكرم معها كلب ولا معرفة قطة ولا شيء ويمدعوا بحرارة وحصابة هذه اللغة ما يحتاج تسوينا مؤتمر أنا شفت بنفسي هل هؤلاء ناس محتاجزين تحت الأرض 4-3 شهور مستحيل فهم بلجأوا إلى هذه الصورة وبعدين لما جاءوا حتى معادم الأكل اللي يأكلوهم يا رجل هذبوا فيها خمسة ديوم هذة اللي يأكلوا فيها فهمت كيف؟ نعم فلغة الصورة اليوم هي صارت هي فعلا تخوض حرب وجبهات نعم لكن نحن لغاية اليوم نقول لك كيف نعرف اللي من داخل إسرائيل ما يحتاج يفتح القنامات الإسرائيلية وفي قناة إسرائيلية اللي بالأسف تبث مع عرب ساعة فهمت كيف؟ ممكن تفتح بثلاثة لغات شوفوا وتشوف العالم كيف تفهمها من الداخل تكتشف أن هذا عبارة عن كتاب مفتوح